وبرضو جزء من هذه المنظومة هو الإعلام في دور كبير بيتعمل في هذه المنظومة وزارة الدولة للإعلام ووزير الدولة للإعلام الأستاذ أسامة هيكل بيقوم برضو كل العاملين في مجلس الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين بيقوموا بهذا الدور كان فيه النهاردة لقاء مهم ما بين الوزير وما بين الهيئة اللقاء تترقوا فيه للتنصيق والتعاون الحالي لازم يتم حاليا في إدارة المشهد الإعلامي حاليا ومستقبلا بما يعزز الحقيقة الهدف الأسمى وهو توعية إصال المعلومة للناس زيادة الوعي تنوير العقول الشفافية والمصدقية في طرح كل الأمور أمام الرأي العام وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل صرح خلال اللقاء وشدد على ضرورة إصلاح الصورة العامة للكيان الكبير اللي أنا واحد وأفتخر إن أنا أحد أبنائه الصغار يعني اللي هو مسبيره لازم يرجع مسبيره بكل المصدقية ومسبيره موجود وقائم ويتمتع بالمصدقية ويتمتع بالسرعة في التناول وبنشوف الحقيقة ده واضح بشكل كبير جدا ولكن زي ما بيقول الوزير أسامة هيكل محتاجين كمان أكتر وأكتر بالأخذ بأدوات العصر الحديث في مجال الإعلام وضرورة إعداد خطة عمل في الفترة القادمة لأنهوض بمسبيره بإذن الله بالتنصيق مع الجهاز المركزي لتنظيم الإدارة دون الإضرار بالعاملين وده هدف الحقيقة لكل يتمناه كذلك التنصيق مع وزارة التخطيط وبنك الاستثمار القومي لحل مشكلة الديون المتركمة على التلفزيون المصري الوزير أسامة هيكل شدت كمان على ضرورة اتخاذ عدة إجراءات لموجبة التطور وإعادة ترتيب الهيكل الإداري في مسبيره